السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عنه. طبعا لسون فور في يونت سري. والهيدنج عندنا هنا. بيقول لي زا الفز ان زا شو ميكر. عطوف او طيب. سعيد. مزهل. امين. متعب او مرهق. دلشيس لزيز. فور فقير. جميل. جديد. الفز اللي هم الجن او عفريت. مدينة صغيرة. كافي. بسرعة. ميل وقبة. شو ميكر صانع الاحزية. مندهش. متفاجئ. ممتاز او رائع. وايف. زوجة. ورشة. دير. عزيزي. ماني. نقود. اما بها الفيربس. فعندي رفعال منتظمة. ووك. ووك. ليف. ليف. كول. كول. ثانك. ثانكت. دانس. دانس. ارائف. ارائف. بليف. بليف. اما رفعال غير منتظمة. كت. كت. جو. وينت. سي. سيد. باي. بيد. باي. بيد. هايد. هيد. هيد. ليف. لفت. سيت. سيت. طيب. الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة عندنا. عمل. يعمل بجد. في الصفحة. ارائف حوم يصل البيت. ارائف. ارائف. زوج من الاحزية. يجرب. او يقيس. دانس. ارائفة. ارائف. حول. The elves and the showmaker. Once upon a time a kind and honest showmaker lived in town with his wife. كان يا مكان. آآ كان في صانع احزية طيب امين. عاش في مدينة صغيرة مع زوجته. They were very poor. هما كانوا فقراء جدا. but they were happy. لكن هما كانوا سعداء. The showmaker worked hard. صانع احزية كان بيشتغل باجتهاد. But he had no money. لكن هو ما كانش معاه فلوس. One night the showmaker was in his workshop. في ليلة ما صانع احزية كان في ورشته. Oh dear I've only got enough leather for one more pair of shoes. آآ قال يا الهي انا ما عنديش آآ جلد كافي الا لزوج واحد من الاحزية. But I am too tired to make them tonight. لكن انا تعبان جدا ان انا اعمل هذا الزوج من الاحزية الليلة. I'll cut the leather now. انا هقطع الجلد الان. and make the shoes in the morning. وبعد ما جهز الجلد. هعمل الحزاء في الصباح. The showmaker cut out the leather and went to bed. آآ صانع الاحزية فعلا جهز الجلد. وآآ ذهب الى السرير. The following morning the showmaker couldn't believe his eyes. الصباح اللي بعد كده صانع الاحزية لم يستطع انه يصدق عينه. He called to his wife to come quickly to the workshop. هو نادى على زوجته انها تأتي بسرعة الى الورشة. Look at these shoes. says the showmaker. آآ قال لها انظري الى هذا الحزاء. طبعا هنا these لان shoes دي بتتعامل معاملة الايه الجامة. آآ طبعا مهم ايه فآ آآ there on his table was an amazing pair of shoes. لان كان على التربيزة في الورشة زوج من الاحزية مدهش. They are beautiful. Did you make them? His wife looked surprised. أثناء ما كانت زوجته بتبص باندهاش على هذا الزوج من الاحزية. الفدة جميل. هل انت صنعته? فقال لها no my dear. لا يا عزيزتي. I didn't make them. He said. انا لم ايه اصنعه. بعد كده then a man walked into the shop. آآ بعد كده في راجل دخل المحل. I have never seen such amazing shoes. he said. هو قال انا عمري ما شفت آآ حزاء مدهش مثل هذا الحزاء. Can I try them? هل استطيع ان انا اقيسه? He tried. آآ on his shoes. هو فعلا اس الحزاء. آآ they're perfect. وكان الحزاء رائع عليه. He said and pays the shoemaker. آآ ودفع آآ مقابل الحزاء لصان الاحزية. كويكلي says the shoemaker's wife. بسرعة. الكلام ده طبعا قالته آآ زوج الصانع الاحزية. آآ ليه? قالت له ايه? go and buy some more laser. روح وايه? واشتري آآ جلد اكثر. زي shoemaker went to buy some more laser. وفعلا صانع الاحزية سمع كلام زوجته وراح اشترى آآ طبعا جلد علشان آآ المزيد من الايه من الاحزية. آآ الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة هنكمل بتاعتنا. وبتبدأ به. لما وصل صانع الاحزية الى المنزل. زوجة صانع الاحزية كانت عاملاله وجبة لذيذة. I will just cut out the laser and then come and eat. قال لها انا فقط حجهز وقطع الجلد وبعد كده حاجي علشان اكل. زي shoemaker cut out the laser for two pairs of shoes and leave the workshop for the night. وفعلا صانع الاحزية قطع الجلد وجهزه بس المراضي لزوجين من الاحزية. وطرك الورشة لمدة ايه? ليلة. بعد كده the following morning the shoemaker and his wife were amazed to see two beautiful pairs of shoes in the workshop. الصباح اللي بعد كده صانع الاحزية وزوجته كانوا مندهشين ان هما يشوفوا زوجين من الاحزية جهزين جمال معمولين في الورشة. we must find out who is making these shoes. says the shoemaker's wife. فزوجة صانع الاحزية قالت لا بقى احنا لازم نكتشف مين اللي بيعمل هذه الاحزية. let's hide tonight and see who is helping us. دعنا نختبئ الليلة ونشوف مين اللي بيساعدنا. that night the shoemaker cut out the leather and then head. هذه الليلة صانع الاحزية. آآ قطع الجلد وجهزه وبعد كده اختبئ هو وزوجته. they were very surprised to see two little elves. آآ هما طبعا اندهشوا جدا لما شافوا اتنين صغيرين من الجن. the elves started to make the shoes. الجن طبعا او العفاريت بدأوا ان هما يصنعوا ايه? الاحزية. soon قريبا. they had made two more pairs of beautiful shoes. وفعلا خلصوا اتنين آآ من او زوجين من الاحزية طبعا الجميلة. آآ we must thank the elvis. آآ says the shoemaker's wife. آآ زوجة صانع الاحزية قالت احنا لازم نشكر آآ هؤلاء ايه? الجن. آآ let's make them new clothes. دعنا نصنع لهم ملابس ايه? جديد. the next night the elves found their new clothes. الليلة اللي بعد كده آآ الجن وجدوا الملابس الجديدة اللي تاعملت لهم. they were so happy. كانوا صعداء جدا. آآ طبعا آآ that they danced around the workshop before sitting down to make more shoes. وبدأوا ان هما يرقصوا آآ حول الورشة قبل ما يبتدوا ايه? يعودوا ويكملوا صناعة الاحزية. soon people came from all over the land. بعد كده الناس بتادي تيجي من كل حتة to buy the shoemaker's shoes. عشان يشتروا الاحزية بتاعت صانع الاحزية. he and his wife weren't ever poor again. آآ صانع الاحزية وزوجته ما بقوش فقراء مرة اخرى. and they lived happily ever after. وبقوا عايشين في سعادة دائمة. طبعا بقول لي answer the following questions. آآ جاوب بقى للاسئلة ديات. was the shoemaker's rich? هل كان صانع الاحزية غني? no he wasn't. لا لم يكن. who were helping the shoemaker? مين اللي كان بيساعد الشو ميكر اللي هو صانع الاحزية? طبعا الايه? الافس. آآ يبقى آآ the elves were helping the shoemaker. الجن هم اللي كانوا بيساعدوا آآ صانع الاحزية. آآ ولو كلمنا بالدقة اكتر حنقولوا ايه? آآ two little elves. two little elves. آآ were helping the shoemaker. يعني اتنين من الجن ايه الصغيرين كانوا بيساعدوا صانع الاحزية. what did the shoemaker and his wife make for the elves? آآ صانع الاحزية وزوجته عملوا ايه? لي الالفس? طبعا ايه? new clothes. ملابس جديدة. ملابس جديدة. يبقى the shoemaker and his wife made new clothes for the elves. دي كده الاجابة ايه? النموذجية. طيب بعد كده آآ الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة عندنا فيه heading بيقول لي. اللي هو النطق. بيقول لي how to pronounce ed. كيف تنطق ال ed? اول حالة عندنا بيقول لي لو الفعل اخره t او d. ال ed تتنطق id. زي want تبقى wanted. end تبقى ended. ده في حالة ان الفعل اخره t او d. فقلنا ال ed تتنطق id. اما لو الفعل اخره كvoice كصوت هو صوت ال p او الس اللي هو زي ال s او الش اللي هو زي الشين او اللي هو laugh اللي هو صوت ال f او ش زي wash او like زي الكي. اه لو الاصوات دي هي موجودة في نهاية الفرب. ال ed تتنطق t. زي hope. فتبقى hoped. fix. fix it. watch. watch it. laugh. laughed. wash. washed. like. liked. فزي ما قلنا هو hope اخرها الصوت ال b. fix. اخرها صوت ال s. watch. اخرها صوت sh. laugh. اخرها صوت ال a. ال f. wash. اخرها برضو صوت sh. like. اخرها صوت ال k. الاصوات ديت وقتها بنطق ال ed صوت ال t. غير كده بنطق ال d. اه طبعا ال ed تتنطق ايه? d عادية. زي play played. clean cleaned. اهو لا 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 قلت ايد ولا قلت ايه? t. more examples. امثل اخر. اللي بتتنطق d زي enjoyed carried lived. اما اللي تتنطق t بص walked dressed work it. لانه walk اخرها k dressed اخرها برضو ايه? s. فتتنطق t ال ed work it. فبردو الايه? الكي. فتخلي ال ed تتنطق ايه t. فتبقى work it. طيب. ال ed دي بقى اللي هي الاي دي. اهو لما يكون الفرب اخره t او d زي tided studied studied needed فتتنطق ايه? id. طب بقول لي listen and write the verbs in the correct group. اه عندي مسلا ايه? asked. اخره k فتتنطق t. waited. اخرها t فتتنطق اه واتد. promised. اهو ال s اللي هو s تخليها ايه? t promised. counted. يبقى برضو اخرها t فتتنطق ايد. carried عادي دي دي عادية. slowed دي عادية. delivered دي عادية. fix it. الاكس تتنطق ايه? اهو ال اكس اخرها s. فال ed تتنطق ايد. فلو فنطناها. يبقى نيجي على ال d. اه عندي. carried slowed delivered. ده ال d. اما الخانة التانية اللي هي ال t. promised. وعندي كمان fix it. اهو ده ال ايه? ده ال t. اما ال ed او اللي هي ال id اللي هي id. فتبقى waited. counted. tested. ده كده احنا ايه? اه فنطنا كل واحدة فيهم. فانه ايه? اه جزئية. ال d ولا ال t ولا ال id اللي هي ال id. طيب الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة عندنا. هنلاقي heading بيقول لي math. اه multiply multi digit numbers. عملية الضرب بالنسبة للارقام او الاعداد اللي هي متعددة الارقام. امثلة بيقول لي ايه? ten by ten equals a hundred. اه بعد كده. ثرتي eight by twenty four equals nine hundred and twelve. بعد كده بيقول لي ايه? think and do the sums. نمبر وان بيقول لي. ففتين by thirty one equals four hundred and sixty five. بعد كده بيقول لي twenty twenty by forty equals eight hundred. بعد كده. forty two by twenty equals eight hundred and forty. بعد كده. twelve by twelve equals one hundred and forty four. بعد كده بيقول لي مسألة كلامية. for sports day. لاجل يوم رياضي. ميسيز مونا ارد اه twelf boxes of t-shirts. ميسيز مونا طلبت اتناشا صندوق من ال t-shirts. for the students. لاجل الطلبة. اتش بوكس. كل صندوق هاز بيمتلك ايتين تي شيرتز. تمنتاشر تي شيرت. how many t-shirts did missis مونا اردر? كم عدد التي شيرتز اللي ميسيز مونا طلبتهم? فطبعا الانسر الاجابة هيبقى اه 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 ايتين اقوالز two hundred and sixteen. اه اه او ايتين اقوالز two hundred and سكستين. فهنا طبعا ضرب الايه? اه اللي هو طبعا اه 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 اتين وطلع بعد كده حل هذه المسألة التالية نورا بتصنع قبعات هي جيدة جدا بتقدر تعمل خمسة وعشرين قبعة كل اسبوع كم عدد القبعات اللي تقدر تعملهم في تمانية واربعين اسبوع فطبعا هيبقى الانسر الاجابة ادي الايه الاجابة بعد كده بيقول لي هل كنت تعلم لو انت ضربت اي رقم في الصفر الناتج بيبقى ايه صفر طيب الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة هنلاقي انشطة اه هنا بيقول لي وان صابونا طايم اكايند اند اونست يبقى نمبر وان اونست شو ميكر لفد ان تاون يبقى نمبر تو هتبقى تاون ويز هيز وايف يبقى وايف نمبر سري زي وير بور بات زي وير هابي زي شو ميكر واركد هارد بات هتبقى ماني فحتبقى ماني نمبر فور بعد كده تشوزة كوريكت وارد اه هيز هي هاز نماني فايبقى بور الاجابة بور اي لفد اه دي سميل اه ايتس دلشيس فحتبقى الاجابة دلشيس زي شو ميكر واركس اين او واركشوب يبقى واركشوب هيا الاجابة و نسألها لفد استكمل بور كوريكت شو ميكتول وبور اي لفد اي تزي الامتحان فحبه سعيدة نمبر تو يبقى جباه يبقى كاين ري ارانج زي شو ميكر عملها دلشيس دلشيس الاجابة number two they were very poor number two number three he lived in town with his wife he lived in town with his wife طيب الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة حنكمل الـ Activity's بتاعتنا فبيقول السؤال الأولاني find the product يعني الناتج بيقولي 20 by 50 equals 1000 بعد كده number two بيقولي 12 by 16 equals 192 بعد كده 22 by 33 equals 726 بعد كده 15 by 37 equals 555 بعد كده solve the following problems علي اشترى خمسوشة كتاب كل كتاب يمتلك تمانين صفحة كم عدد الصفحات في كل الكتب فاحنا هنقول 15 by 80 equals one thousand and two hundred pages طيب نادا saw 12 trees نادا شافت 12 شجرة كان يوجد في كل شجرة 22 طائر كم عدد الطيور شافتهم نادا في كل الشجر فاحنا هنقول 12 by 22 equals two hundred and sixty four birds طيب read and match 50 by 50 equals two thousand and five hundred فحتبقى one b c طيب بعد كده if you multiply any number by zero لو انت ضربت اي رقم by zero في الصفر فحتبقى الاجابة طبعا ايه the answer is zero اللي هي يبقى two b d بعد كده yesterday i tieded my room يبقى three b b وبعد كده بيقول لي thirty by twenty equals six hundred فحتبقى four b a banked with the following احمد او احمد lived in town with his wife dina اه هتبقى الايه في احمد والدي في dina وفي الاخر follow stop لان هي ايه جملة طيب الصفحة اللي بعد كده الصفحة اللي بعد كده عندنا listen five and six listen five and six ايه بيقول لي tie جرفتة او رابطة عنق smart انيق uniform زي موحد vest سديري trousers pantalon pale باهة اللون dark غامق اللون student طالب hat قبعة skirt jiba jacket jacket socks شراب او جورب gold ذهب festis اعياد celebrations احتفالات sombrero دير القبعة المكسيكية shoes حزاء silver فضة مكسيكو المكسيك india الهند finland finlanda japan have to يجب ان in summer في الصيف bright colors الوان زي هيا light green shorts short اغدر فاتح pale blue shirt قميص ازرق باهة dark blue trousers بن طال ازرق غامق checked skirt jiba karu او karuhat يعني short sleeved زو اكمام قصير الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة بيقول student a الطالب student a بيقول لي i really like our school uniform انا حقا بحب ازي ازي المدرسي بتاعنا everyone wears a short sleeved white shirt كل واحد بيرتدي قميص ابيض زو اكمام قصيرة the girls wear a blue skirt البنات بترتدي جيب زرقاء and the boys wear blue trousers والاولاد بيرتدوا اا بانطلون ازرق we all have to wear white socks كلنا بنلبس شراب لونه ابيض and black leather shoes وحزاء جلدي اا اسود it doesn't get very cold here اا جو ما بيباش سائع جدا هنا but when it does لكن لما الجو بيسقع we can wear our blue sweaters نستطيع ان احنا نرتدي الايه البلوفرات الزرقاء بتاعتنا طيب student b بيقول لي at school في المدرسة i wear a pearl blue shirt اا برتدي اا قميص ازرق باهت and dark blue trousers وبانطلون ازرق غامق we have to wear a tie every day احنا يجب ان احنا نرتدي اا جرفطة كل يوم it's dark blue with light blue stripes اا الجرفطة بتبقى ازرق غامق بخطوط زرقاء فاتحة on it the girls in my school also wear a pearl blue shirt البنات في مدرستي بترتدي برضو قميص ازرق اا باهت but they don't wear trousers لكن هما مش بيلبسوا بانطلون they wear a blue and white checked skirt هما بيلبسوا جيبة كروهات ابيض في ازرق the girls don't have to wear a tie اما والبنات مش لازم ان هي تلبس ايه جرفط student c our school uniform is really smart اا زير المدرسة بتاعنا بيكون شيك جدا we have to wear a white shirt احنا لازم نلبس قميص ابيض and a red tie and a red tie وجرفطة لونها احمر we wear a dark grey skirt واحنا اا كبانات بنلبس اا جيبة اا رمادي غامق and a blue jacket وجاكت لونه ايه ازرق الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا student d the girls and boys have different uniforms at my school البنات والاولاد في مدرستي لديهم زي مختلف the boys wear light green shorts and long green socks الاولاد بيرتدوا شورط اخدر فاتح وشراب اخدر طويل we wear white shirts اا احنا بنرتدي اا قمصان بيضاء and we and we've got a dark red sweater وبنرتدي اا بلوفر اا احمر غامق for when it gets cold عندما الايه الجو يبقى سائع my sister's uniform is different اما الزي بتاع اختي بيبقى مختلف she wears a blue skirt بتلبس جيبة زرقاء and a yellow t-shirt وتيشرت لونه اصفر بعد كده student e our uniform is a dark blue skirt اا بتقول او اا بتقول ان ازي المدرسي بتاعنا بيكون جيبة زرقاء غامقة for the girls بالنسبة طبعا البنات or dark blue shorts او شورت ازرق غامق for the boys للاولاد a pearl blue cotton shirt وقميص قطن ازرق اا باهد white socks وشراب ابيض and black shoes وحزاء لونه ايه اسود when it's cold لما الجو بيبقى سائع we wear dark blue vests or jackets احنا بنرتدي صديري اا لونه ازرق غامق او جاكت ازرق ايه غامق i like my uniform انا بحب اليونيفورم ايه بتاعي بعد كده true or false بيقولي add student a add student a school students wear black leather shoes true تمام add student b's school the boys wear a blue and white shaked skirt طبعا اولاد بيلبسوا جيبة تبقى false the boys add student d's school wear long green socks true طيب الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا فيه heading عنوان بيقول order of adjectives اللي هو ترتيب الصفات بيقول لي طبعا الصفة او هنا بيقول لي when we use adjectives we put them in this way لما احنا بنضع او بنستخدم الصفات بنضعها بهذا الترتيب size الحجم الاول وبعد كده age العمر وبعد كده color اللون وبعد كده material اللي هو المادة الخام طبعا هنعارفين ان الصفة بتوصف الاسم وتيجي قبله طيب دي لما تبقى صفة واحدة طيب اكتر من صفة عدد من الصفات هنا وقتها بميز كل صفة بتتكلم عن ايه علشان يتحط في الترتيب الصحيح بتاحهم قبل برضو الاسم زي ما قلنا الصفة بتوصف الاسم وتيجي قبله طيب والاسم ده لو هو مفرد كان قابل للعد فبحط a او an وهنا وقتها ال a او ال an بتبقى حسب اول حرف فاول صفة موجودة لو الحرف ساكن فبتاخد a ولو الحرف متحرك فتاخد an فال a وال an لازم يكون موجودين قبل الصفات لو في الاخر في اسم مفرد قابل للعد اما لو كان الاسم غير قابل للعد او لو الاسم جمع فما حطش طبعا ا او ا او an نشوف الاجزامل بيقول لي اهو اهو طبعا تي شيرت اللي في الاخر خالص ده هو الاسم وده اسم مفرد قابل للعد علشان كده حط ا او an قبل اول صفة اول صفة عندنا اللي هي ايه small اللي باللون الازرق فبص على الاس لقاها حرف ساكن عشان كده حط ا ا قبليها وطبعا small ده ايه الحجم size وبعد كده new جديدة فتبقى ايه ده الage العمر وبعد كده white اللون الابيض ده color وبعد كده cotton ده الماتيريال اللي هو المادة الخام القطن وبعد كده الاسم فبيقول لي انا بمتلك تي شيرت اه صغير جديد ابيض اه مصنوع من الايه من القطن طيب بيقول لي studies of following table شوف بقى الجدول ده لما بتتكلم عن size زي big ضخم او small صغير ده بالنسبة للحجم طب الage العمر اه ممكن يبقى old قديم او new جديد طب الcolor اللون اي لون بقى زي black اسود white ابيض طب الماتيريال مادة الخام اي مادة خام زي القطن القطن اللينين اللي هو الكتان اللي عندي كمان الول الصوف السلك الحرير ايا كانت المادة الخام المصنوع منها لايه اشي امسلة هي ارتدت فستان اخضر مصنوع من القطن فجرين اللي هو الكلر والكوتن اللي هو الماتيريال لازم الترتيب اهو اللون الاول وبعد كده الماتيريال اللي هو العمر الاج وبعد كده الكالر اللي هو الورنج قبل الاسم وطبعا اهي بدء بحرف ايه متحرك عشان كده استخدم لان هاد ده اسم مفرد قابل للعد جلبية. نفس النظام العمر وبعد كده بعد كده جلبية ده الاسم المفرد القابل للعد فعشان كده لازم نحط ا او قبل اول صفة لها وعشان هي ساكن فاستخدم ا وادرس فوق في نمبر ون برضو استخدم ا لان ادرس اسم ايه مفرد قابل للعد واستخدم ا لان جرين بدأ بجي وجي ده حرفي ساكن. طيب تبقى الصفات. هنا بقى جيب لي بج نيو. باشوف. فين الاج نيو. فين الكالر بلاك. فتبقى بج نيو بلاك. طيب. هي نوع كار. فين الاج نيو. فين الكالر وايت. فيبقى طيب. طيب. نوع ادرس. فين الحجم. فين العمر نيو. فين الكالر جرين. فيبقى سمول نيو جرين. طيب زى الشو ميكر ميد نقط شوز. اشوف. فين الحجم سمول. فين العمر نيو. فين الكالر مفيش. طيب فين الماتيريال لازر. فيبقى سمول نيو لازر. سمول نيو لازر. طيب. الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة هنا. بيقول لي. كلاوز ان ميكسيكو. الملابس فيه المكسيك. بيقول لي. هؤلاء البنات بيرتدوا آآ فساتين ميكسيكية تقليدية. انظر. الفساتين ديات ملونة جدا. آآ يوجد الكثير من الخطوط الملونة على الفساتين. البنات في المكسيك بيرتدوا مثل هذه الفساتين آآ خلال الاعياد والاحتفالات. طيب. البنات المكسيكيين بيحبوا الالوان الزاهية. آآ حتى لو هم مش بيحتفلوا هم بيلبسوا ملابس زاهية. او ذات الوان زاهية. طيب. الناس في المكسيك بيرتدوا قبعات علشان يحموا آآ وجوههم من الشمس. هذه بتكون القبعة المكسيكية. هي بتبقى قبعة مكسيكية تقليدية. يوجد الكثير من التصميمات لهذه القبعة المكسيكية. بعض بيمتلك خطوط. والبعض منها بيبقى ملون جدا. وحتى البعض منها آآ لديه ذهب وفض. طيب. اي دولة النص ده بيكلم عنها? طبعا مكسيكو. الاجابة مكسيكو. آآ هنا. why do the مكسيكانز wear hats? ليه المكسيكيين بيلبسوا القبعات? فحنقول آآ هنا. people in مكسيكو wear hats to protect their faces from the sun. ادي الاجابة. people in مكسيكو wear hats to protect their faces from the sun. عشان يحموا وجهه من الايه? من الشمس. بعد كده. what is the mexican hat cold? آآ اللي هي القبعة المكسيكية اسمها ايه? فطبعا الاجابة ايه? آآ آآ this is a sombrero. آآ طبعا ده اسم القبعة الايه? المكسيكية التقليدية اللي هو sombrero. بعد كده الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة عندنا اكتيفتس. وهنا طبعا بيقول لي read and a match. these dresses are very colorful. فيبقى 1 بD. mexican girls love bright colors. يبقى 2 بC. he had to wear an old orange hat. فيبقى 3 بB. everyone wears a short sleeved white shirt. فيبقى 4 بA. choose the correct answer. we have to wear نقط every day. فهنقول ايه? tie. يبقى الاجابة tie. our school uniform is really smart. we like it. فهتبقى الاجابة smart. I bought a نقط jacket. فهنقول هنا بقى ترتيب الايه? الصفات اللي احنا اتكلمنا عنها. فالاول. ال old. آآ آسف اللي هو ال age. العمر. وبعد كده الايه? color. فتبقى new green jacket. my favorite clothes are the shirt and trousers. يبقى الاجابة close. my favorite color is blue. فتبقى الاجابة color. بعد كده rearrange people in Mexico wear hats. طب. number two. I like. I really like our school uniform. طب. number three. Mexican girls love bright colors. الصفحة اللي بعد كده. في بداية الصفحة هنا جايب لي comprehension. وجايب لي اسئلة عليها. فبيقول choose the correct answer. at school I wear a pale blue shirt. في السطر اولاني فوق خالص. في القطعة بيقول لي I wear a pale blue shirt. فتبقى الاجابة shirt. طب. number two. بيقول لي we have to wear a not everyday. ففي السطر التاني بيقول لي we have to wear a tie everyday. فتبقى الاجابة tie. بعد كده answer the following questions. do the girls have to wear a tie? ففي السطر الاخير في القطعة بيقول لي the girls don't have to wear a tie. فتبقى الاجابة no they don't. طب what color is the tie? اه فهنا في السطر التاني بيقول لي we have to wear a tie everyday. اه it's dark blue with light blue stripes on it. فادي الاجابة. is dark blue with light blue stripes on it. ده الاجابة بتاع السؤال number four. بعد كده البراغراف جايب لي heading yuli my school uniform. ازي الايه المدرسي بتاعي? وجايب لي vocab او اه guiding words. زي boys اولاد shirt قميس سوكس جورب تراوسرز منطلون جيرلس بنات طاي جرفاتة بلو شيرت اميس ازرق. فانا اه اكتب لكم بعض الجمل اه زي this is my school uniform. هذا بيكون الزير ايه المدرسي بتاعي. we wear white shirts احنا بنرتدي اه امصان بيضاء. we wear white socks واحنا بنرتدي اه جوارب بيضاء. اه boys wear black trousers الاولاد بيلبسوا بانطلون اه اسود. girls wear black skirts. والبنات بيلبسوا جيبات سوداء. we wear red ties واحنا بنلبس جرفاتات حمرة. i really like my school uniform. وانا حقا بحب ايه اه ازي المدرسي بتاعي. كده احنا خلصنا اه يونت سري اه اللي هو اه لسون فور وبالاضافة الى لسون واتمنى انت تكونوا استفدتوا من الايه من الفيديو. ونتقابل في فيديوهات جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.